السلام عليكم اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب اسمي امتسال سمير مدربة ورد روسي او ورد مصري لان كل الخامات اللي بستخدمها مصري البراند بتاعي وتقدروا تحصلوا عليها عن طريق رسال واتساب او عن طريق فيسبوك النهاردة ان شاء الله هندرج مع بعض بتلات الوردة ازاي اقدر اعمل ورق الورد يعني البتلة فيها درجات كتير مش درجة واحدة سواء بينك او ابيض او موف اول حاجة حطيت اللونين اللي انا هعمل بيهم الوردة همسل اللون الابيض اكنه الاضاءة ولون البينك اكنه اللون الاساسي وحطيت الدرجتين بالفعل وبدأت ادمجهم وعملت درجة ثالثة في النص لو خدتوا بالكم وهبدأ اسحب البتلة بتاعتي اهم حاجة تبقى البتلة بتاعتي رفيعة تبقى رفيعة ازاي عن طريق اني افرد المعجون كويس جدا على الوردة بتاعتي اللي باسحب من عليها المعجون زي ما واضح دي البتلة الاولى طبعا هي كبيرة جدا بس وضحنا ازاي نسحبها تاني هنفردها كلما دمجنا اللونين مع بعض وكلما كان احسن كلما كانت البتلة بين ان هي طبيعية اكتر دمجناهم تاني هنا نظفت السكينة لازم نظف السكينة قبل كل سحبة باسحب المعجون لو اتخذ بالكم باخد سحبات صغيرة جدا زي ما واضح باسحب المعجون بالطريقة دي من فوق لتحت يعني مش جوه بس اتجاه واحد اتنيني مسلا اصحب من فوق لحد جوه لأ من فوق لتحت بنفس الطريقة دي ودي درجات الوردة بتاعتي بانت ان فيها درجات كتير ما بين الابيض والبينك داتا بلوك انت عاملاه من ابيض والبينك برضو موضح لك ازاي ممكن اعمل نفس الدرجات تعالوا ندرج كمان لون تاني غير ده استخدمنا الاول اللون الابيض فان هو يكون الاضاءة هنا هنستخدم اللون الاصفر عشان يكون الاضاءة هندمج الوان بالطريقة دي اهم حاجة عندي دمج الالوان كويس او المعجون كويس ونضف السكينة طبعا هسحب سحابات صغيرة في الاول بنفس الطريقة دي خدي بيالك من زاوية السكينة تقريبا بتبقى زاوية 45 بنفس الطريقة دي بسحب المعجون بتاعي من فوق لتحت برضو زي ما وضحنا لحد ما خلص الكمية بتاعتي وادي البتلة بتاعتي خلصت عشان توضح اكتر ادي شكلها دخلنا فيها درجات الاصفر هنا عندي اللون بنفسج المحمر ازاي ممكن اعمل منه بينك ودخل عليه الابيض علشان يبقى متدرج ادي الابيض بتأتي اسحب وادخل على البينك لحد ما اوصل لاغمأ درجة عندي ليه الفوشيا او البنفسج الغامع ايا كان وعايز اقول لكم على سر مهم جدا اللي بيخلي دايما الوردة باين ان هي طبيعية هو اللون الابيض لو انا عايزة اعمل درجات ورد شكلها طبيعي جدا احاول دايما ادمج اللون الابيض مع الوردة بتاعتي او مع الدرجة الاساسية بتاعتي لو عندي بينك احط ابيض لو عندي اصفر احط ابيض لو عندي اي درجة غمأ احط ابيض وادمج درجة ثلاثة في النص وضفت هنا السكينة وخدت الاصفر مع الابيض ودرجت منه برضو درجة ثلاثة في النص علشان تخلي الوردة طبيعية اكتر طول ما بتعملي درجات كتير او درجتين تلاتة بتكون الوردة طبيعية اكتر وان شاء الله الفيديوز الجاية هوضح لك اكتر ازاي نعمل وردة كاملة من الدرجة بالطريقة اللي احنا عملناها دي لا ردة او عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو لايك لو حد من اصحابكم مهتمة بالوردة الروسي او حابيني المجال ما تنسوش تعملو لهم شير وتشاركوهم الفيديو اتمنى يكون افتقوا وعجبكو الفيديو اشوفكو قريب بوي بوي اشتركوا في القناة